بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله الكريم أعزاء التلاميذ مرحبا بكم في هذا الشريط الذي أتمنى أن تكون الاستفادة جيدة في هذا الشريط سنجيب عن تمرين في درس الهندسة الفضائية لخص التالت إعدادي بالنسبة لهذا التمرين سنقوم بتطبيق تطبيقات حول مبرهنة طاليس المباشرة والعكسية كنا قد تطرقنا في التمرين سابق حول مبرهنة فيطاغورس إذن في هذا التمرين إن شاء الله ثم سنتطرق إلى نسبة التصغير وحساب الحجم إذن على بركة الله حصة هذا اليوم إذن عندنا واحد تمرين إذن نص التمرين هو مقدامكم عندنا مكعب طول ضلعه 6 سنتيمتر وعندنا هنا نقطة P و Q و R نقطة تنتمي إلى هذا الأضلع أو إلى هذه القطعتين بحيث تتساوج السنتيمتر يعني هنا جوج و هنا جوج و هنا جوج إذن السؤال الأول هو أحسب حجم الهرم حجم المكعب A B C D A' B' C' D' يعني هذا المكعب سؤال الثاني أحسب مسافة B D أحسب مسافة B D سؤال جيم بين المستقيمين P Q و B D متوازيين ثم أحسب مسافة مسافة P Q و B D تأكد أن حجم الهرم A B D A' A B D A' أعني رأس ديالو و A' كي سؤال الثاني تتساوجة تتساوجة تلاتون سنتيمتر كيب سؤال الثالث الثالثا نعتبر الهرم A P A A P K R A P K R هذا الهرم الصغير هو الصغير للهرم الكبير تحقق النسبة الصغيرية واحدة لثلاثة استنتج الحجم هذا الهرم إذن هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله في هذا الشري بالنسبة إليكم لا بد أن تتعلموا الإجابة الفرضية أولا يجب عليكم تجاوبوا ومن بعد قارنوا الأجوبة إذن على بركة الله سنبدأ الإجابة على هذا التمرين إذن لمعطياتها مقدمنا ممكن نستروليهم هنا لدينا ست وهنا لدينا جج إذن سؤال الأول هو نحسب في حجم الهرم إذن حجم الهرم لا بد أن تكون تعرف العلاقة لا بد تعرف العلاقة كيف نحسب حجم المكعب عفوا حجم المكعب إذن المكعب هو عبارة عن مشور قائم عبارة عن المشور قائم والقاعدة حساب حجم المشور القائم هي الباز فو لتو مساحة القاعدة في الارتفاع وبالنسبة للمكعب عنده حالة خاصة لأن جميع الأضلاء ديوله متقاييسة إذن كنديره في تساوي أ أس 3 مباشرة طول في العرض في الارتفاع وبما أن الطول هو العرض هو الارتفاع إذن هو الضلع أس 3 إذن في تساوي أب أس 3 ممكن نديره أب أضيف أ أب طول في العرض في الارتفاع أو أب أس 3 مباشرة 6 أس 3 هي مئة نواة 6 سنتيمتر كيب لا تنسوا الوحدة ديال الحجم إذن سؤال بسيط جدا إذا كان في الامتحان فأنا سأجد جاوب عليه مباشرة سؤال الثاني أحسب المسافة ب دي أحسب المسافة ب دي إذن بالنسبة المسافة ب دي سنرى آش عندي ب دي وعبارة عن ماذا وعبارة عن وطر للمربع A B C D وبالتالي يمكن تطبيق مبارهنة في طهور المباشرة لإمادها لأن المستللات A B D قائم الزاوية في A لأن A B C D مربع إذن سنطبق مبارهنة في طهور المباشرة إذن لدينا B D وستنان تساوي AB B وستنان زايد AD وستنان B D وستنان الوطر وستنان يساوي AB وستنان زايد AD وستنان تطبيق عدد إذن الأحرف المكعب متقايصة إذن 6 وستنان زايد 6 وستنان إياه 6 وثلاثين زايد وثلاثين تساوي 2 وسبل إذن هنا عندي وستنان إذن إذا إذا بنحيد وستنان غد ندير جدر مربع 72 لماذا؟ لأن بدي عبار مسافة إذن غد تساوي جدر مربع 72 جدر مربع 72 هي 36 في 2 36 جدر مربع 36 هي 6 إذن بدي تساوي 6 جدر مربع 2 الوحدة ديال طول هي سنتيمتر ثم ننتقل إلى السؤال جيم بين أن المستقيمين بي كي و ب د متوازيين إذن فين هم المستقيمين عندي بي كي و ب د بين أن متوازيين إذن بالضرورة تلقاهم متوازيين من يمكن نسمعه بين فراء المستقيمين متوازيين خس غير البرهان إذن لإثبات التوازي نستعمل مبرانات طاليس العكسية إذن لدينا جوجة الشروط يجب أن يتحقق لكي نقول بأن المستقيمين متوازيين نعتبر المثلات A, B, D A, B, D لدينا ماذا؟ لدينا B تنتمي إلى A, B ولدينا K تنتمي إلى A, D إذن ترتيب النقط واستقام يتحقق عندي لكن قبل هذا يجب التحقق من المتساوية أم لا من النسبتين هل هما متساويتين أم لا إذن أولا سنحسب A, K على A, D A, K على A, D A, K عندنا جوج لأن قلنا A, K و A, R و A, B كتساوي جوج و A, D كتساوي 6 إذن إثن نقسم على 6 تساوي 1 على 3 ثم نحسب نفس A, B على A, B A, B على A, B نفس شيء 2 على 6 إذن كتساوي 1 على 3 وبالتالي A, B على A, B تساوي A, K على A, D إذن ها العلاقة الأولى صحيحة ثم سنجلب استقاميات النقاط وترتيبها إذن ممكن نكتب بما أن النقاط A, B و B نقاط مستقيمية في نفس ترتيب النقاط A, K و D المستقيمية أو ممكن نقول B تنتمي إلى A, B و K تنتمي إلى A, D إذن هنا سنقول حسب مباراة الطالس العكسية فإن المستقيمين متوازعين B, D وز B, K ننتقل ننتقل السؤال التالي احسب نسبة P, K على B, D بنا نحسب دب P, K على B, D هنا سنستفضل من السؤال السابق لدينا P, K يوازي B, D وبالتالي يمكن استعمال مباراة طالس العكسية إذن كتذكير تستعمل مباراة الطالس المباشرة عفوا مباشرة لحساب الأطوال أو ممكن نحسب نسبة لما معلومة وعند نسبة أخرى معلومة إذن في المثلات A, B, D نفس المثلات A, B, D لدينا P تنتمي إلى A, B وK تنتمي إلى A, D والمستقيمين B, D وز P, K كما ننتظر السؤال السابق إذن مباشرة حسب مباراة الطالس المباشرة فإن النسبة A, B على A, B تساوي نسبة A, K على A, D وP, K على B, D أبل وP, K مباراة الإصلاف السؤال السابق فإن حسبنا A, B على A, B و H, K على A, D و القناة كيسر واحد على ثلاثة إذن مباشران استفدو بما أن أبيع لأبيك تسوي واحد على ثلاثة فإننا بيك على بديك تسوي واحد على ثلاثة ونكون قد أجبنا عني السؤال ثم السؤال الثاني تأكد أن حجم الهرم أبي دي أبخيم أبي دي أبخيم أو ممكن نسميه أبخيم أبي دي قاعدة دياله هي أبي دي والارتفاع دياله أبخيم إذن للتأكد يمكن أن نستعمل العلاقة مباشرة إذن عندنا القاعدة ديال هاد الهرم هي عبارة المثلت إذن سنحسب المساحة دياله أولا قبل يمكن أن نذكر بحجم الهرم هو مساحة القاعدة في الارتفاع على ثلاثة دائما وما تنسوش هاد ثلاثة الارتفاع في مساحة القاعدة على ثلاثة حجم الهرم يعني التلت ديال حجم موشور قائم إذن لابد من حساب مساحة القاعدة أولا قد نمثلة A-B-D قائم الزاوية A-B-D قائم الزاوية وبالتالي المساحة دياله قد يتسوي لنا ماذا؟ قد تسوي A-B في A-D مقسم على إثنان A-B في A-D مقسم على إثنان إذن هنا غادي نعود واحدة على ثلاثة هي الثلاثة مساحة القاعدة هي مساحة المثلة A-B-D مضربة في الارتفاع اللي هو A-A-B-C ونضروا تطبيق عددي إذن مساحة المثلة هي A-B في A-D مقسم على جوج A-A-B-C تطبيق عددي مقسم على جوج مضربة في ستة وهنا رخلت واحدة على ثلاثة سنحسب هذا التعبير العددي وسنلقى ستة وثلاثة ممكن نبسطه ثلاثة في اثنان ستة سنختزلها مع ستة ستة وثلاثة ستة وثلاثة وهنا نلقي الجواب إذن هذا هو الحجم الهرام A-B-D A-B-C وما تنساش بأن الوحدة هي السنتيمتر مقعد سؤال الثالث ستحقق أن نسبة صغير هي واحد على ثلاثة إذن لدينا لدينا A-B-C-R هذا الهرام الصغير والهرام الكبير هو A-B-D إذن عندي A-R وعندي A-A-B إذن عندي الهرام الصغير وعندي الهرام الكبير وَأَخُ وَبِطْتوا كم عرام will drive هي نسبة التصغير إذن نحن جاوبنا على السؤال سؤال الباء يستنتج حجم الهرم APKR APKR إذن APKR الحجم دياله نحن عندنا كنسبة التصغير وحسبنا V 1 لقيناها 36 وبالتالي يمكنه تطبيق العلاقة ديال الحجم V2 اللي هو الحجم ديال الهرم الصغير كيساوي نسبة التصغير وستلاتة نضربها في الحجم الكبير V1 تطبيق عددي إذن K هي واحدة لتلاتة وستلاتة نضربها في ستة وثلاثين إذن هنا غادي نختزل غادي نتين ستة وثلاثين على سبعة وشرين سنختزلها مع سعود وغادي تبقى لي 4 على 3 وبالتالي V2 هي 4 على 3 وهنا غادي نكونوا قد أجبنا عن السؤال الثالث إذن نبقى إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله والله يفقكم والله ينجحكم والسلام عليكم وإلى شريط آخر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر